بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعده الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه هي الحلقة الخمسون وفيها أذكر كيف استطاع إلمبي المدوب السامي البريطاني في مصر القضاء على ثورة 1919 كانت ثورة رائعة جليلة تراكمت عدة عوامل في انضاجها نوعا ما وفي جعلها متوهجة لمدة طويلة نسبيا وفي قيام طوائف كبيرة من الشعب بتأييدها والمشاركة فيها فكانت ثورة تعد بالنسبة للإحتلال الإنجليزي أول ثورة قوية تهز أركان الاحتلال بطولها وقوتها وشمولها لقطاعات كبيرة من الشعب الإنبي كما قلت لكم رجل عسكري نجح في حملته في الشام والعراق وفلسطين ودخل بيت المقدس في بجاحة وفي وقاحة فقال الآن انتهت الحروب الصليبية وذهب إلى الأستانة أيضا ليفاوض الدولة المهزومة التركية في كيفية تسليم بلادها لبريطانيا هكذا في ذلة ظاهرة ذلة المغلوب وقوة الغالب وعزه اخترته بريطانيا ولم تعين قطه مندوبا ساميا في حال وجود مندوب ساميا في مصر هذه المرة الأولى المندوب السامي أو المعتمد البريطاني وينجيت كان موجودا فأعلن عن تعيين إلمبي الجنرال إلمبي ثم الفيلد ماريشال ثم اللورد بعد ذلك في مصر مندوبا ساميا ومندوبا ساميا فوق العادة كلمة فوق العادة لم تعطى لمندوب قبله والظاهر أن بريطانيا أرادت أن تفخم شأنه وتعظم أمره في قلوب المصريين وعقولهم حتى إذا وصل إلى مصر يحاط بهال ضخمة فيهابونه ويكفون عما يصنعون هذا هو الظاهر وإلا مندوب سامي فوق العادة لم تطلق إلا على الإلمبي فيما أعلم ثم إنه هو الوحيد الذي جمع له بين رئاسة الجوش البريطانية في مصر وبين المندوبية هذا أن يكون مندوبا ساميا قبله هناك مندوب سامي وكان هناك رئيس أو جنرال مشرف على أو يرأس القوات البريطانية في مصر جمع له المنصبان لأول مرة أيضا وكل هذا يدل بوضوح على أن بريطانيا قررت أن تأتي برجل قوي في مصر لكي يحل هذه المشكلة ثورة 1919 وبالمناسبة لم يكن لدى بريطانيا اسم أكبر ولا أقوى تأثيرا من الإلمبي كان أكبر اسم وأقوى اسم موجود عند البريطانيين فأرسلوه إلى مصر لكي يحل المشكلة وهذا يدلنا على مدى عمق وقوة ثورة 1919 وأن البريطاني كانوا حائرين في شأنها في الحقيقة هو رجل أيضا فضل عسكري ليس سياسيا بالمعنى المفهوم والمعروف وليس قادرا على إدارة كفة أو إدارة دفة السياسة في مصر بشكل جيد وطبعا يدل على هذا أنه سرعان ما عاد إلى مصر ما يعني جلس مدة قصيرة نسبيا قرابة ست سنوات ست سنوات أنهي في مصر وعاد ما استطاع أن يتواءم مع السياسة المصرية أنذاك كرومر مثلا جلس ربع قرن ظل ربع قرن في مصر ما اختلاف الوقت واختلاف الأحوال والظروف كما يقولون لكن مدة طويلة مقارنة بما بقى فيه ألمبي في مصر كان هو ومكمهون وكيتشينر ووينجت كانوا الوحيدين من ضمن المعتمدين البريطاني الذين كانوا عسكريين وكان هو وكيتشينر ووينجت عسكريين عاملين أثناء اختيارهم من دوبين سامين أما مكمهون كان قد تقعد هنا ماذا صنع حتى يغير الموازين غير في المناصب الحكومية والتغيير المناصب لا يعني شيء لم تغير السياسات لكنه يعلم أنه يخاطب قوما عاطفيين المصريون وكل العرب وكثير من المسلمين قوم عاطفيون ينطلي عليهم الخداع والكلام بسهولة غير الأشخاص ما غير سياسة المناصب إنه ما غير المناصب لكن كان هناك تغيير واحد محمود حميده له المصريون وأرادوه منذ زمن طويل ما استطاعوه هو تغيير دينلوب دينلوب ذلك القسيس الإنجليزي الذي وضع في نظارة المعارف أو وزارة المعارف كان يسمى نظارة المعارف منذ عهد كرومر عندما غيره إليمبي كان له أكثر من أو قرابة أشين سنة في مصر أو أكثر من أشين سنة بقليل وكان له في النظارة قرابة ثلاثة عشرة سنة لكن لما غير حمد ذلك التغيير المصريون وفرحوا به لأن الرجل قسيس له رسالة له هدف أن يغير من دين المصريين وعقيدة المصريين وأن يزعزع ثقتهم بالله تعالى وثقتهم بدينهم وعمل على ذلك طويلا وانتحدثت عنه في حلقة ماضية فلا أعيد لكن كان ذلك التغيير تغييرا جيدا في الجملة يعني أما دار المندوبية ما غير فيها شيئا ما كان هناك داعين صدر بلاغ رسمي بتخويله جميع السلطات العسكرية والسياسية أي تجمع عادة للمندوب السامي ورئيس القوات البريطانية فقد كان يجمع بينهما طبعا منذ أن جاء أكد تأكيدا تاما على أن مصر تحت الحماية الإنجليزية وليس له أي كلام في هذا فإن هذا رغبة الحكومة البريطانية وأن لا أستطيع أن أغير فيها شيئا إنما جئت هنا من أجل استباب الأمن وقمع الثورة وتأكيد الحماية إذن رجل استخرابي في أفكاري وأهدافي مما يسمونه استعماريا ورجل صاحب قبضة حديدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى اتبع سياسة العصى والجزرة كما يقولون فيضرب بعصاه إذا احتاج الأمر ويلين في مواقف أخرى كعادة هؤلاء الاستخرابيين الذين أذلوا العباد وساسوا البلاد بطريقتهم كما عرفنا وعمل لجان ودرس الأوضاع وحاول أن يصل إلى شيء من أجل إيقاف هذه الثورة تقابل مع أصحاب الشأن والوجهات في مصر وكبار السياسيين في مصر تقابل معهم قدموا له تقريرا وصفا للأحداث وأسبابها رأاه مقنعا أرسله إلى لندن كان يرى طبعا أن وينغت رفض سفر الوفد المعتمد البريطاني السابق رفض سفر الوفد إلى باريس المتمر الصلح اللي يشارك ويعرض قضية مصر ورفض سفر سعد زغلول وأصحابه إلى بريطانيا لكي يشرحوا للندن القضية رفض وينغت رفضا باتا رفض هذا بناء ما كان مقتنعا وينغت بالسفر لكن الرفض من الحكومة البريطانية هنا أليمبي دخل بثقله وأشار الحكومة البريطانية أن تسمح لهم بالسفر كان سعد المجموعة هذه سعد زغلول ومجموعته كانوا في مال طمم فيين فبعد مفاوضات طويلة مع بريطانيا جاء الإذن جاء الإذن بالذهاب فذهب من يصحبه من مالطة إلى لندن لكي يشرحوا القضية لكن ما ذهبوا انتبهوا إلا بعد أمرين اثنين مهمين هو انتزعت بريطانيا الاعتراف بالحماية على مصر من حلفائها في الحرب العالمية الأولى فليذهب الوفد أينما ذهب فإنهم لن يغيروا شيئا فالدول حلفاء اعترفت لمصر بالحماية فهذا لن يغير من أمر شيئا والأمر الثاني ألا يستقبل سعد زغلول في أي مكان بصفته الرسمية إنما يستقبل على أنه مصري ذو مكانه يخترعون الألفاظ هؤلاء البريطانيون اختراعا عجيبا يستقبل على أنه مصري ذو مكانه ريدوا أن يبحث في مصلحة وطني لكن لا يستقبل استقبالا رسميا في هذا الباب وهذا الشأن من حاورت الوزارة في مصر أن تعدل هذا الشرط وثار الناس في مصر هذا الشرط لكن إنهم بيأصر على موقفه فهم استطاعوا أن يصنعوا شيئا أي أن الوفد لا يحمل صفة رسمية فلا يستطيع المفاوضة ولا يستطيع الدخول في معاهدات ولا يستطيع الدخول في شيء طبعا وفد غير رسمي هذا هو وطبعا هنا اشتعلت المظاهرات من جديد وعمت القاهرة واسكندرية وعدد من مدن أخرى وا 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 استخدم العصا كعادة رجل عسكري استخدم عصاه فماذا صنع الانبي استخدم أشد إجراءات القمع انظروا لحقوق الإنسان وكيف يعني ترائع حقوق الإنسان لكن هؤلاء كما قلت كذبا فجر يتاجرون بالشعوب ومصائر الشعوب واستقلال الشعوب ويقولون حقوق الإنسان إذا وافق هواهم ذلك يطبقونه إذا خالف هواهم ومصالحهم فلا مجال لأي حقوق للإنسان كما رأينا في العراق وفلسطين طبعا لندن لما أرسلت إنبي زودته بضرورة الشدة المتناهية استعمال الشدة المتناهية انظروا وفعلا استخدم إجراءات القمع الشديدة وأتب الصحفيين وأجبرهم على عدم الكتابة والاعتراض في الصحف وإلا ستغلق الصحف وتكمم وحذرهم التعرض للسلطان كان ذلك زمان سلطان فؤاد أو أحمد فؤاد والتعرض للوزراء أو مستشار الداخلية البريطاني وأنظرهم بحملة إرهاب إن صنعوا ذلك وأرسل أعضاء الأجل الوفد المركزية أرسلهم إلى قراءهم ومدنهم خارج القاهرة ويعني تفرقهم وهذا يدلون على عقلية إنبي وكيفية سياسته للناس أنذاك بريطانيا في باريس أرسلت اللورد ألفريد ميلنر كان وزير المستخربات التي تسمى مستعمرات وزير المستخربات البريطاني أرسلته في باريس يتفاوض مع سعد زغلول وجماعته لكن ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء مقنع في تلك المفاوضات ما استطاعوا والسبب تفصيلات بالمناسبة يا إخوة الكلام طويل وممل إلى الغاية في المفاوضات والمفاوضات والمفاوضات والنظر والإعادة والنظر والإعادة من جديد فلو ذكرت لكم ذلك لما واسعني أن أذكر ولا في 200 ولا 300 حلقة وليس من الغرض هذا التوسع الطويل إنما غرضي أن أشير ثم استخرج عبر العظاة نستفيد منها في مسيرتنا الحالية فأن ذلك تاريخ قد انقضى وانتهى وانتهى لكن المهم هو كيف نستفيد من هذا التاريخ في تاريخنا المعاصر أو في حياتنا المعاصر اليوم كيف نستفيد من التاريخ القريب وهو قريب جدا يعني في عمر الأجيال 90 سنة و 8 سنة قريبة ما تعد شيئا في عمر الأجيال كيف نستفيد منها في تصحيح المسيرة المعاصرة وفي النظر إلى شؤينا وأحوالنا وفي الخروج من حالة التعثر التي نعيشها اليوم في العالمين العربي والإسلامي وألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى يا إخوة الأخوات بعد الفاصل إن بي مع كل إجراءاته ومحاولاته لكنه لم يستطع أن يوقف الاضطرابات التي عمت في مصر وعلى إثرها استقالت وزارة الوزارة وليس من غرض أن أذكر وزارات لأن ذكرها وذكر أصحابها ورؤسائها ومددها يجب الملل للإخوة وهذا ليس برنامجا سياسيا محضا إنما برنامج تاريخي يتعرض شؤون السياسية والدينية والاجتماعية والأدبية إلى آخره فحظ السياسة فيه موجود ووافر لكنه ليس شاملا فهو ليس برنامجا يتحدث عن تفصيلات وجزئيات لا أستطيع هذا ولا أريده حتى لا أجلب الملل وينصرف الإخوة والأخوات عن مشاهدة أو متابعة البرنامج هنا في آخر استقالة لحكومة حسين رشدي ما استطاع حسين رشدي كان قائم مقام الخديوي عباس حلمي قبل الحرب العالمية الأولى أن تبدأ وذكرت لكم قصة هذه قصة حلقة سابقة لما استقالت الوزار لم يجد إلمبي من يعينه لرئيسا للوزراء فاضطر إلى أن يقوم بنفسه بسياسة البلد وأوعز إلى المستشارين في الوزارات أن يعملوا معه والمستشارون كلهم إنجليز كما قلت لكم من قبل فالمستشار في أي وزارة هو وزير حقيقي وعمل إلى ابتدأ بإصلاح السكة الحديدية وإصلاح ما أفسد أثناء المظاهرات وثورة 19 إلى آخره والثورة ما زارت قائمة لكن يحاولوا استطيع حتى وهدد الناس بطبعا العمال وهددهم بإخراج من الوظائف ومن معاقبة والسجن وكذا فعاد بعض الناس أو كتلة من الناس عادت إلى أعمالها وابتدأت الحياة تسير بصورة شبه طبيعية ليس الطبيعية شبه طبيعية وطبعا في تلك الأثناء أعلن ويلسون رئيس الأمريكي موافقته على نظام الحماية لإنجلترا في مصر وهذا نفاق واضح منه فهو الذي أعلن مبادئ الأربع عشر في العالم ومنها حق الشعوب في تقرير المصير لكنها هنا تخونه وعصبيته مع إنجلترا ويوافق على نظام الحماية الإنجليزي لمصر هؤلاء الصليبيون بعض أولياء وبعض كما نعلم قصة ليست جديدة هذه هنا ميلنر ألفريد ميلنر الذي قلت لكم أنه فاوض سعدا في باريس أرسلته الحكومة الآن الإنجليزية ليفاوض في مصر والمفاوضة طويلة قاطعه الموظفون وقاطعه كل من يريد أن يفاوضه وقاطعه لكن استطاع أن يحصل على سجلات من المستشارين البريطانيين في الوزارة المختلفة وستطاع أن يقابل بعض الناس وستطاع أن يقابل سعدا نفسه والمهم باختصار أن يستطاع أن يخرج بعدة تقارير عن مصر وما استطعت هذه اللجنة أن تنجح في مهامها ولم تستطيع أن تصنع شيئا آنذاك وقد أرسل المصر في آخر سنة ألف وتسعمائة وتسع عشر في أواخر ستمبر من تلك السنة وعلى إثر الإعلان عن تأليف هذه اللجنة رجعت المظاهرات الغاضبة في مصر وعمتها واشتد الغضب وخاصة في اسكندرية حدثت مواجهات بين الشرطة والشعب والشرطة سنجدت بفصيل من جيش البريطاني للأسف الذي أطلق النار على المتظاهرين سقط منهم قتلى وجرحى وتكرر الأمر في عدة بلاد أخرى واستمرت المظاهرات الغاضبة حتى وصلت اللجنة في ديسمبر تعيين اللجنة كان في سبتمبر ووصلت في ديسمبر يعني في أواخر العام وامتنع الطلاب عن الذهاب إلى المعاهد والمدارس احتجاجا على قدوم اللجنة وتجاوب التجار مع إضراب الطلاب وامتنع عن فتح المحالة التجارية وقرر المحامون لإضراب المدة أسبوع احتجاجا على قدوم اللجنة خاصة أن قدمت في ذكرى إعلان الحماية على مصر ولا أعلم هذا كان مقصودا المقصود ما أدري لكن إعلان الحماية على مصر كما تذكرون كان في الثامن عشر من ديسمبر 1914 وهؤلاء قدموا في عشية الإعلان من 1919 بعد خمس سنوات من إعلان الحماية شارك في المظاهرات الأزهر وطلابه ودخل الإنجليزي الأسف الجامع الأزهر وضربوا الناس وروعوهم في وسط الجامع في سابقة لم تحصل من قبل من إسم الإنجليز حصلت للفرنسيين عندما دخلت جوش نابليون الأزهر بالخيل دخل الأزهر لكن هذه أول مرة تحصل من البريطانيين فيما أعلم وقضت لجلة ميننر ثلاثة أشهر تدرس أسباب الثورة وتبحث العاجل الذي تراه وغادروا في مارس 1920 غادروا 1336 تقريبا غادروا مصر ولم يظفروا بشيء أبدا وطوال عامين بعد ذلك بين كر وفر ومفاوضات وأمل يقطعوا ألم وما وصلوا إلى شيء وللأسف الشديد ما خرجوا بشيء إلا أن بريطانيا أصدرت تصريحا ظل تصريحا مشهورا جدا هو تصريح الثاني والعشرين من فبراير لسنة 1922 هذا التصريح يعلن عن أن بريطانيا تريد أن تمنح مصر الاستقلال بشروط أربعة حماية الطرق والمواصلات حماية مصالحها والدفاع في حارة حرب شروط تلغي كل هذا التصريح وظل هذا التصريح أساسا لكثير مفاوضات بعد ذلك الذي يهمني هو كيف أدار إليمبي مصر اسمعوا هذا مهم جدا اللورد ويفل كتب كتابا اللورد بريطاني كتب كتابا عن إليمبي قال فيه وهذا يعني يموجع لنا لكن اسمعوا إن إليمبي يمثل دور الحكم في المباراة يعني لا يتدخل إلا بأقل قدر ممكن لكنه ينفخ صفارته في قوة وفي حزم عندما تقع أخطاء جسيمة لا يمكن الإغضاء على الأنا وهو بعد ذلك يتجاهل وهو بعد ذلك يتجاهل كما ينبغي للحكم المثالي ضجيج المتفرجين وصخطهم وصخطهم وما يوجهون إليهم النقد كلما أصدر قرارا لا يعجبهم يعني فالمصريون لهم أن يصيحوا ما صاحوا يغضبوا ما يغضبوا كل واحد إذا كان إليمبي قائما في سياساته على متولة الحكومة بريطانية ومسيطرا على الشارع المصري أيضا قال قد لا يستطيعوا كثير من الناس أن يفهموا كيف كان إنجليز يمارسون الحكمة في مصر قد لا يستطيعون أن يفهموا دائما وقد لا يستطيعون أن يفهموا دائما أن المستشارين الإنجليز ليس لديهم سلطات تنفيذية بأنفسهم لكنهم يباشرون التنفيذ عن طريق الوزراء المصريين الذين تقدم لهم النصيحة ونقول لكم في حلقة سابقة أن النصيحة البريطانية واجبة التنفيذ ومن لا ينفذ من الوزراء النصيحة يعزل وقد وضع اللورد جرانفيل هذا وزير خرجية بريطانيا منذ زمن طويل منذ سنة 84 و800 و1000 سنة 1301 هجرية بعد الاحتلال بسنتين المبدأ الذي جعل من إنجليز الحكام الحقيقيين لمصر وهو أن النصيحة التي يقدمها مستشار إنجليزي لوزير أو لحاكم هي نصيحة واجبة التنفيذ وكلاما طويلا ما يهمنا بعد ذلك إذا عرفنا القصة على إثر إعلان تصريح 28 فبراير وليس الثاني والعشرين كما قلت 28 فبراير 1922 خطت مصر خطوة في طريق أمانيها نحو الاستقلال لكن هذه خطوة لم تتبع خطوات للأسف بعد ذلك في الخامس عشر من مارس في 1922 يعني 1339 هجرية أعلن السلطان فؤاد أو أحمد فؤاد أعلن نفسه ملكا على مصر معد سلطانا ملكا على مصر وأطلق عليه الملك فؤاد الأول وسارت مصر مملكة مستقلة عن السلطنة العثمانية لأن أصلا العثمانيين في تلك السنة ألغوا السلطنة فإذا ليس هناك داعي أن يبقى مسألة السلطان في مصر إذا كان مصطفى كمال ألغى السلطنة في تركيا وثار خلاف بين سعد زغلول وبين الملك والقوة السياسية حول وضع دستور حقيقي وكذا وصارت مفاوضات من أوشات طويلة وضع دستور وضع دستور اشتهر بدستور سنة 1923 وبه تقرر بدء الحياة النيابية في مصر التي بدأت بعد سنة في 1924 1341 للميلاد تقريبا وهذا دستور عطل ثلاث مرات قلت لكم أن أختصر كثيرا وإلا سأدخل في تفصيلات لا قبل لنا جميعا بها عطل للدستور ثلاث مرات ثم وضع دستور جديد سنة 1930 ثم سنة 1935 تحت الضغط الشعبي عادوا إلى الدستور سنة 1923 يعني ضغوط مختلفة أدت إلى تشكيلات مختلفة للدستور طبعا بعد الثورة ثورة الضباط ألغي الدستور وتلوعب بالأمة أو بالشعب تلاعبا عظيما كما سنعرف إن شاء الله تعالى بعد ذلك ولن أخود أخود في التفاصيل لأن التفاصيل صعبة ومملة وفيها كلام طويل وطويل جدا في الحقيقة أنا ما أريد أن أدخل في هذه الكلام والتفصيلات لكن على الأقل نريد أن نصل إلى شيء جامع أن هذه الدستور 1923 وضع ثم ألغي ثلاث مرات ثم استبدل به دستور آخر في 1930 ثم 1935 رجع إلى الدستور 1923 الذي ظل حاكما إلى قيام إلى قيام الثورة لما فقد الشعب ثقته باللجنة أو بالدستور أو بأي شيء ممكن أن يرجع له بلاده من جديد واستقلال بلاده من جديد ركن الشعب إلى حزب الوفد حزب الوفد أنا قلت لكم من سعد زغلول وجماعة عملوا وفداً كلم وينجت ليسافروا هذا النواة هذه صارت حزباً بعد ذلك يسمى حزب الوفد حزب الوفد في الحقيقة حزب كان أقوى الأحزاب المصرية شعبيته جارفة لكن للأسف ما استطاع أن يستفيد من هذه الشعبية الجارفة في قيادة ثورة ثورة 1919 أو ما تبع من حركات شعبية سنة 35 وسنة 46 إلى قيادة مصر لتحقيق الجلال ما استطاع الوفد أن يحقق ذلك إلى قيام الثورة المصرية ما استطاع الوفد أن يصنع شيئاً وهذا كلام نقول أكثر من كم يعني ثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة يعني ثلث قرن بعد تكوينه ما استطاع أن يقود المصريين إلى شيء محدد واضح والسبب هو اتكاله الكبير إلى قضية المفاوضات وقضية مملة جداً سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وأبين عقمها الشديد وثيقته الزائدة بالبريطانيين وأنه ممكن يعطوه شيئاً وأنه في الحقيقة يعني حتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع التاريخ لم يقم على دعائم إسلامية لم يقم على دعائم إسلامية ولم يقم على حركة وطنية صادقة تقوم على دعائم إسلامية قوية إنما كان حزباً علمانياً حزباً علمانياً نعم جمع كثيراً من أفراد الشعب حوله لكنه جمع المنبهر بشيء قام ووقف في وجه الإنجليز ثم تبين بعد ذلك أن لا فائدة من هذا القيام في وجه الإنجليز وسأتي على هذه التفصيلات إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته